احنا وصلنا هسا نحكي عن خسارة يقولك حتى بالمياه الجوفية مؤكداً المياه الجوفية الاستهلاك بها غير مدروس بشكل كبير الاعتبار الفلاحين قاعد يعني بدون الذهاب الى مديرية الحفر الابار الارتوازية يعني يذهبون الى حفر الابار بشكل تلقائي من كيفهم يعني بالتالي لا يحددون الاماكن الصحيحة بالتالي لا يحددون اماكن الانقى بالتالي يخرجون المياه بشكل وهذا ما حدث في بحيرة ساوى في السماوة بحيرة ساوى حينما جفت نتيجة يعني الابار الزراعية اللي هي حولها على الاعتبار ان واردات بحيرة ساوى هي مياه جوفية حينما انخفض مستوى مياه جوفية جفت بحيرة ساوى مياه جوفية تضررت بالعلاق بشكل كبير جداً سيدي الكريم اود ان اذكر شيء ممكن فضل بهذا راح اراويتها فضل هذا مية وخمسين مية وخمسين ميلي لتر صح مية وخمسين ميلي لتر هذا سعره بيش بالمحلات بربع صح صح مية وخمسين انا اريد اسوي لتر من هذا المية وخمسين لازم اشتري ستة صح صح ستة سعرهن الف ونص اي الف ونص اذا انطيتك الف ونص قلت لك روح اشتري بانزين شقدر راح تجيب لي هذا سعر لتر واحد راح تجيب لي لتر تين مثلا او ثلاث لترات اي ثلاث لترات وربع بانزين زين زين يعني لتر المي بالعراق البانزين ارخص من المي بالعراق حسنا فعلا وفي احنا شا ريد احنا ريد نرسل رسائل اطمئنان الى دول الجوار يعني لو عندك مزرعة انت استاذي فاضل لو انت عندك مزرعة نعم هذه المزرعة تسقى بهذه الكمية من المياه تخيل انه هذه الكمية من المياه في ايران وتركيا تسقي اربعين مزرعة مثل المزرعة اللي هو قال انه الايراني او التركي بعد يطيك مي وهو قاعد يشوفك انت تبذر بهذا الشكل صح احنا نرادلنا اصلاحات داخلية اصلاحات داخلية يعني مو نبقى بس نضغط عليهم على العطاء على العطاء على العطاء موه صحيح يعني احنا لازم نبدي اي من المسؤول عنها استاذ احمد غير اني حدد خلية ازمة وخبراء لحظة هذه الحكومة الحكومة السابقة بذرت المياه بشكل غير غير مسبوق وغير مقبول مطلقا ويجب ان تخضع الى التحقيق يجب ان تخضع الى التحقيق الحكومة السابقة لماذا هدرت كل هذه الكميات بالمياه مقابل هذه الزراعة ومقابل هذا المحصول لماذا يعني لماذا لم تذهب الى اي مفهوم من مفاهيم الترشيد يا اخي انا بالأمار كم تعرفوا الاطلاقات المائية كانت وين توصل للبصر جد توصل وتطلق باتجاه البحر يعني شيء ما يتخيل العقل شيء ما يتخيل ان العراق يهدر بهذه الكميات هذه الحكومة ذهبت الى اول حكومة منذ ان خلق الله العراق اول حكومة تذهب الى مفهوم تحلية مياه البحر السنة القادمة رح يباشرون بانقر وكمل موضوحها تحلية مياه البحر تخلصنا من عبد استهلاك البصر الاستهلاك البصر للمياه اذا انت تخلصت من عده هذه الحصة ممكن ان تنتقل الى اللي هي شمال البصر يعني عمارة وناصرية صح ممكن عمارة وناصرية تتقلل استهلاكها من الكوت ومن الحلة من ذاك الجانب فبالتالي انت يعني يسير عندك وصر هذه الجزاءات الحكومة قاعدت تتخذها ولكن متى نعتم على هذه الحكومة متى لو كانت عندها مياه ولم تطبق جميل 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 جاوبنا على الطمر على الطمر اللي حتشينا به طمر الانهر معقولة سبع تلاف سنة حضارة سمت على وادي الرافدين اجي انا يا باوه الاف العشوائيات والقصور والتجاوزات واللي يتمددوا بكيفه على نهر اي دجلة والفرات مهي هم ازمة يا سيدي يا سيدي هذا الترف يؤدي الى هذا ويؤدي الى اكثر منها وغياب القانون همين يسوي غياب القانون المالساء هم يسوي ساذا احمد قصور الاعظمية بالتسعينات من كان الشعب يطحن حمص يطحن بنالا قصور الاعظمية في قلب نهر دجلة وكذلك ترى هي كذلك هو هذا الترف يؤدي الى هاي شي هنا الوقت هو هم نفسي شي هم ترف يؤدي الى ذلك متى ما وصلت الى حكومة قوية قادرة عدتها سيادة عدتها قوة داخلية حقيقية بامكانها ان تعاقب بامكانها ان بنأيلي لك هذا بامكانها ان تحول كل هذا مباشر ممكن ان تحول الى فنادق والى متجعات سياحية لصالح المواطن طيب احنا نتحدث عن الثروة الحيوانية والثروة السمكية والى اخره اكل الان احنا التجاهات عندنا باتجاه تنمية هذا القطاع سيد احمد يعني الحكومة بقت بعض البحيرات المجازة واغلقت جميع البحيرات الغير مجازة وايضا جزء من البحيرات المجازة كاجراء تشغيل يعني هم مضطرين شي سوين معتهم ولكن بالتالي العراق بالفترة الاخيرة للامانة يعني وزارة الزراعة يعني العراق تقريبا اكتفى من الانسماك النهرية تقريبا نتيجة الاحواض الموجودة في كل المحافظات تقريبا اكتفى ما عدا بعض الاستيرادات اللي هي الاترف يعني من الاسماك البحرية وغيرها ولكن تقريبا تقريبا اكتفى ولكن احنا عندنا طرق اخرى يعني الزراعة المغلقة الهايدروبونيك الاحواض المغلقة الكثير من الطرق اللي بامكانها ان ما تستهلك مياه يتأدي نفس الغراب وقد يكون اكثر انتاجا ولكن لا تستهلك مياه